وأوضح المتحدث باسم رئاسات الجنهورية أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة كان ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فور وصوله لجدة للمشاركة في القمة غادر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية ولدى وصول سيادته جدة كان في استقبال سيادته سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وكبا كبار رجال الدولة في المملكة العربية السعودية وأعضاء الصفارة المصرية ترجمة نانسي قنقر